إلى التفاصيل أهلا بكم مجددا عقد مجلس النواب لقاء تشاوريا برئاسة رئيس المجلس سلطان البركان على هامش المشاركة في المشاورات اليمنية اليمنية التي دعت لها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الرياض وفي مستهل اللقاء تم قراءة الفاتحة على أرواح عضاء المجلس المتوفين والشهداء كما تم استعراض جدول أعمال اللقاء وإقراره وفي ضوء جدول الأعمال تم مناقشة الترتيبات اللازمة لعقد جلسات مجلس النواب تشكيل اللجنة بوضع تصور متكامل بهذا الشأن والتطورات الجارية على الساحة الوطنية وما تمر به بلادنا من ظروف عصيبة ووضاع مأساوية في ظل انقلاب منشاة الحوث الإرهابية على الشرعية الدستورية وإمعانهم في ممارسة الجرائم الممنهجة بحق اليمنيين ورفضهم لكافة المبادرات الهدفة إلى إحلال السلام وتقويض جهود الأشقاء والأصدقاء مجسدين شعار الموت والحرب بدلا عن السلام وسرد اللقاء أهمية المشاورات لما تشكله من أمل لليمنيين تحقق الأهداف التي انعقدت المشاورات من أجلها مثمنين عاليا دور قادة مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للمجلس وحرصهم الشديد لإنهاء الأزمة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادته ليعود اليمن كما كان سندا وعمقا استراتيجيا للأشقاء في دول الخليج العربية